اشتركوا في القناة تباتة واحد ذهابا والخصارة واحد صفر ايابا والرجاء المغربي اللي ينجو من فخ مازينبي بعد انفاذ اتنين صفر في كازابلانكا بيخسر واحد صفر بس في لومنباشي وضرب جزاء ضيعوا كمان من مازينبي تصدى لها الحارس انسلزنيتي علشان الرجاء يضرب معاد مع الزمالك في نص النهائي بينما ينتظر الاهلي بقى الفائز بين الوداد المغربي والنجم السحيلي التونسي وكان الوداد كسب اتنين صفر في كازابلانكا قبل مباراة العودة النهاردة في ستاد راتس خلونا نتكلم بشكل اكبر عن مباراة الاهلي ريني فايلر بتدى بمطش باربعة تلاتة تلاتة تصريحة بوجود احمد فاتحي وعلي معلولة على الطرفين وياسر ابراهيم ورامي ربيعة قدامهم حمول متولي اليو ديانج عمر السولية قدامهم على ناحية المينجرالد وعلى ناحية الشمال جونيور اجعي وقدام اليو باجي الاهلي بدأ المباراة الطبيعي كان هيبقى فيه ضغط كبير جدا من سانداونز وده اللي حصل لكن بعد ربع ساعة الاهلي قدر ان هو يفوق ويمسك كورة وهدد المرمى اكتر مرة لحد ما جاء الجول في دياء واحد وعشرين الجول اللي ساهل جدا للمباراة للاهلي اينا عم سانداونز نتعادل بعدها بسبع دايق لكن في الدنيا كلها كانت الامور يسيرة بالنسبة للاهلي في المباراة المهم خلونا نتكلم كده في بعض المواضيع فرص الاهلي والزمالك في دوري ابطال افريقيا دي اول مرة من سنة 2005 يتواجد الاهلي والزمالك اكبر فرقين في قارة افريقيا من ناحية الالقاب القارية في دوري الابطال الاهلي بطل البطولة 8 مرات والزمالك 5 مرات زي وزي ما زنبي في نصف النهائي اول مرة من 2005 كان ساعة الاهلي لعب الزمالك في نصف النهائي والاهلي قدر يتغلب على زمالك وبعدها يتغلب على النجم الساحالي وياخد البطولة ايه فرص الفرقتين؟ نبدأ بالزمالك اللي اتعرف ان هو خلاص عارفين ايه المواجهة بتاعته والزمالك هلعب الرجاء المباراة للواجهة الاولى هتكون في كازابلانكا والمواجهة التانية هتكون في مصر المفروض حسب اهمنا ان المباراة الاولى قد تقام بدون جماهير بسبب قرار الحكومة المغربية بعدم اقامة التظاهرات الرياضية بوجود جمهور بسبب تفشي فيروس كورونا فدي حاجة بتقوي شوكة الزمالك في مورتزايا كمان الزمالك كعبه بشكل عام تاريخيا عالي على الفرق المغربية حتى اتفرجنا سنة الفتاة في الكونفدرالية حسنية اغادير وبعدين اخضت بركان الزمالك بيقدر ان هو يتعامل مع المباراة دي وكمان نشوفنا الزمالك البرح قدر يفرض شخصية واسلوب على الترجي في ملعب صعب وضد فريق مش سهل زي الترجي التونسي وقدر ان هو يعادل بالتالي فرصة الزمالك في الوصول النهائي قائمة قائمة جدا وبشكل كبير والناحية التانية الاهلي لسه ما يعرفش مين المنافس بتاعه لكن خلينا نبص لو الوداد وده الاقرب الوداد ما كانش بيعيش فترة حلوة قوي السنة دي لكن قدر ان هو يتماسك ومع سبسان دي سابر تماسك شوية افريقيا لكن محلين كات الدنيا مش ماشي قوي وبعد كده جيه اخوان كارلوس جاريب المدير الفني السابق للاهلي والصابق كمان للنجم الساحلي وقدر ان هو يفوز في اول مباراة له ضد النجم الساحلي في ذهاب ربع النهائي فريق الوداد فريق قوي قدر يهدد لكن برضو يظل في فرصة قائمة للاهلي بسبب زي ما قلتلكوا ان على الال اغلب مباراة الزهاب ستقام بدون جمهور حتى الان ده المتقال لغاية بالوقت ممكن طبعا الامور تتغير من النهاردة لحد المباراة اللي هتقام لسه في بداية شهر مايو ده مباراة الزهاب ومباراة العودة هتقام في الثامن والتاسع من مايو على حسب الموعد اللي هحددها الناديين والكاف خلينا ناخد شوية تعليقات بداية يعني عن نطش الاهلي الناس كلها بتبارك للاهلي المصطفى الابنودي بيقول الحمد لله الثقر انك تخرج في فرق اللي خرجتك تكون عايزين نتيجة كبيرة كمشجع اهلاوي لكن الاهم الصعود والاهلي عمل مطشين حلوين على ساند داونز رغم عدم رضانة عن بعض اللاعبين الاهلي حقيقة تكتكيا النهاردة كان ريني فيلر في واحدة من الليالي الجميلة يعني انك التفوق غدا على بيتسو موسيماني اه ترس نص الملعب تلات لعيبة تلات لعيبة بيقدار يقطعوا القوار وعمر السولاي يقدم مباراة كبيرة جدا مع آليو ديانج ومع محمود تولي قبل خروجه وقدر انه هو يخطف هدف اي نعم اكيد ما كانش عامل حسابه وان التعادل هيكون سريع كده بعد ستة او سبع دعائق بس اه ساند داونز قدر يتعادل لكن اهم نقطة فوق فيلر كامت الشط التاني اه في الشط التاني فيلر قدر انه هو يعمل التغييرات الصح في الوقت الصح بالزبط التغييرات بدأت اضطرارية بخروج جيرالدو ومشاركة حسين الشاحات اللي اظن داو النهاردة ما عجبش اي حد اه ومحتاج وقفة مع النفس شوية لان العيب لو يكون متوتر وعايز اعمل كل حاجة في الكورة ما يبقى اي حاجة في الكورة فمحتاج ان هو يقعد ويركز مع نفسه ويقدر يرجع للمستبع بعد كده شارك ايمن اشرف على حساب آليو باجي ومحمد هاني على حساب محمود متولي الاهلي خلص المطش تقريبا متريد خمسة تلاتة اتنين ايمن اشرف باكليفت ومحمد هاني باكرايت احمد فتحي زق جنب اه جنب ديانج والسولية وكمان كان بيغطي ورا مع ربيعة وياسر ابراهيم وفي الوقت دا كان متساب بقى حسين الشاحات وجينيور اجعيه اقدروا يعملوا كلام كتير في المساحة اه في شرط الاولاني الاهلي قتحت له فرصة جديرة جدا عن طريق عمر السولية لقدم براه جديرة جدا اه بصاهل قالي وباجي لكن باجي استلم غلط وباجي النهاردة عمل ممكن يكون عمل ادوار تكتيكية نجاح لكنه محتاج لسه قدام المرمى يزبط الدنيا شوية لان علشان تكمل في افريقيا بنسبة للاندي الاهلي محتاج مهاجم بيحط جوال يعني شوفنا اشرف بن شرقي مع الزمالك في وجود كمان مصطفى محمد احد الهدفين المميزين يعني بيقدروا المهم يحطوا جوال بشكل كبير جدا بعكس اللي حصل في الاهلي حاليا يعني ان مراوام محسن على المستوى التهديفي لسه مجابش فورما يعني وفي نفس الوقت قالي وباجي واضح انه يبقى عنده مشكلة الا لو قدر يتدركها سريعا يعني الفرص السهلة اللي قتيحت كان ممكن يخلص النبطش من شرط الاولاني نقوم بشكل كده فيلر عظيم طبعا زي من التكلم فيلر فعلا نهاردة عمل مباراة كبيرة جدا 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 قدر ان هو يحيد نقاط قوة سندان سوى بجستون سيرينو او سين بازواني او باكماني بعد ملاعب او بلاكازي او كل اللعبة دي قدر ان هو يحيد ومحسناش بخطورة كبيرة جدا على مرمى القلب سناء في لحظات قليلة جدا وفي لحظات القليلة دي احد نجوم المباراة محمد الشناوي كان على الموقت زي ما كان في الموقت في المباراة الاولى وطبع التصاد دي لانفراض في دياء الرابعة كان ممكن يقلب المباراة على الاهلي كان ساعة تحصل نعوز محتاج جولين بس وكان يبقى محتاج جول يعني لو حطت الجول ده فكاد تتبقى مشكلة كبيرة جدا للاهلي دلوقتي الناس بتتكلم هل نرى ديربي مصري في نهائي دورة ابطال افريقيا طبعا حاجة عمرنا ما فكرنا فيها قبل كده او ان تحصل يعني او مرة فرصة تيجي ان الاهلي والزمالك في نص نهائي والاثنين كل واحد في مكان في بطاقة يعني من بتقطين نص نهائي والناحية التانية حصل الموضطة في كونفيدرلية قبل كده في 2013 لو كتف تكرو والزمالك خرج قدام النجم الساحلي والاهلي خرج قدام ارلاندو بايرتز في وقت كان كل الناس بتتكلم من ممكن يكون في ديربي قاهري في نهائي البطولة لكن ده ما تحققش هو ممكن يتحقق المرضي او ممكن جدا وارد جدا لان ازمالك والاهلي حقيقة الاثنين في مستوى كبير جدا للفترة اللي فاتت ازمالك ازاح ترجي التونسي بطلا طولة واخر نسختين الاهلي سقر من سانداونز اللي كسبوا خمسة السنة اللي فاتت وقدر على مدار ماطشين ان هو يحيده تماما ويجي فيه ثلاث اهداف وما سقبلش الهدف واحد بالتالي الفريقين يقدروا يقدموا مباريات كبيرة في نص النهائي ونشوف ديربي قاهري قاد يكون في ملعب محمد الخامس في كازابلانكها او استاد رادس او في يواندي في الكاميرون دي البلاد او المدن المتقدمة بطلب استضافة اول نهائي من مباراة واحدة في تاريخ دوري ابطال افريقيا بن سيمو بيقول ان شاء الله الكاس رجوي طبعا الرجاء النهاردة عمل جيم محترم جدا ان هو ينجو من مازينبي في لومنباشي شيء صعب جدا وانا سيزنيتي تصدر ركل الجزاء كان ممكن جدا جدا مازينبي يخطف التأهل لكن الرجاء قدره ويثبت لكن في وجود الاهلي والزمالك قد تكون فرصة الرجاء صعب اقصوصا هو يواجه الزمالك الزمالك قدم ملحمة كروية من ثلاث اجزاء على حساب التراجي الحقيقة في السوبر الافريقي وفي مباراة الذهاب في القاهرة وامس في نص نهائي التراجي اي ابرو بعد نهائي انا اسف التراجي مهددش باي شكل من الاشكال سوى من ركلة كذلك هتفديها ثلاثة لكن طوال المباراة مكانش فيه اي اي خطورة تذكر من ناحية التراجي معادة حتى كرة وحيدة تصدى لها محمد ابو جبل ببراعة جمال عزوز بيقول انا شايف ان بجي اداءه سيء عكس الناس كتير محمد علي عرابي بيقول ان ما يهموش الفوز على سانداونز قد ما يهمو بطولة لكن ده كان في طريق بطولة يعني من اهم الناس اكيد مش مبسوطا ان الاهلي كسب سانداونز اللي اخرج الاهلي ان البطولة سانفتت على قدمة مهتمة ان الاهلي يوصل للنص نائي في بداية كان الناس بتتكلم ان الاهلي صعب ان هو يعدي دور التمانية كان فيه خطورة عليه في دور المجموعات وكان مواجهة صعبة قدام سانداونز مش كل الناس امنت بحظوظ الاهلي ولا حتى الزمالك في المباراتين لكن الفرقتين قدموا اربع مباريات مباراتين زهاب مباراتين ايام قمة 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 في الاداء التكتيكي والوعي الكروي يعني بنشوف اللعاية الفرق المصرية وقفة صح مفيش غلطات سازجة من كنا بنشوفها كتير في السنين الاخيرة وده واضح من خلال وجود مدربين على مستوى عالي زي باتريس كارترون باتريس كارترون حتى للشاف يعني مع الاهلي في 2018 كان السكواد بتاعه ما كانش بالقوة اللي عليها السكواد الزمالك السنادي لكنه قدر يقودهم للنهائي مع سكواد قوي السنادي في الزمالك قادر ان هو يقدم اداء معترم جدا ان الزمالك لو تفتكره كان بادي بطولة بخصارة عريضة جدا في مازينبي 30 تحت قيادة ميتشو لكنه قدر ان هو يتماسك ويرجع للبطولة الاهلي من لاحية التانية البداية في دور المجموعات كانت مهزوزة شوية كان في مشاكل في مباراة خارج الارض النهاردة فايلر ضمر شكوك دي تماما بأداء هيل بره ارضه قدر ان هو ياخد مباراة اللي هو عايز بالزبط بيسير مباراة بكل الطرق اللي تأمن له المكسب وده اللي حققه ريني فايلر النهاردة رضا حكاية بيقول ان شاء الله البطولة اهلوية ابو يوزف بيقول البطولة التاسعة للاهلي ان شاء الله محمد قرارة عبد الظهر بقى بيكلم في النقطة كروية بيقولك ان الحمدلله على السعود لكن لو ان جاتوا باجي كانت ضغطة ضعف كبيرة في الاهلي ربنا يسطر ويعود رمضان وكمان يعود الشاحات لصالقة عادة زي ما اتكلمنا كان فيه تقرير اتكلمت عن ان الشاحات بيلعب على اصابة لكن انا ما اظنش شخصيا ان ريني فايلر يفضل يدفع به في وجود وليد سليمان على فكرة اللي هو يقدر يلعب في المكان ده في ظل ان الشاحات عنده اصابة ده شيء مش منطقي بالنزل لكن اللي اقدر اقوله لحسين الشاحات ان احيانا ان الكرة تبقاش متابعة لعيب وده موضوعه بيحصل كتير ففي الحالة دي لازم يلعب السهل الشاحات الكرة بتفضل تحترجله كتير جدا فبالتالي بيزيد الضغط عليه فبالتالي بتضيع فبالتالي بيزيد غضب الجمهور عليه بالتالي يتوتر اكتر وتفضل في الدايرة دي عزول لازم يبتدي يلعب السهل يعني فيه كورتين ممكن نقارن بين كورتين كور كتير جات لحسين الشاحات النهاردة على الناحي اليمين لمرمة سانداونز بيتكابل فيها يشط غلط يشط في جسم المدافع بس الكرة بتطول في البروتين في ماطش الهليال السوداني اللي امن للاهلي التأهل لدور الثمانية جات له كورة واحدة تقريبا طوال المباراة اصرف فيها من لمسة واحدة حط قفشة قدام الجول هدف الاهلي اللي اتأهل بيه الى دور الثمانية ده الفرق ما بين حسين الشاحات من حوالي شهر وحسين الشاحات النهاردة نقطة تفرق كتير جدا مع حسين الشاحات ان يبدأ يلعب السهل ما يطولش الكورة في رجله كتير لانه كل ما بيطول الكورة في رجله الكورة الضغط بيزيد عليه هتضيع منه الكورة يزيد الضغط يزيد التوتر ويفضل في الحلقة المفرغة دي كتير صفة الكومي مبروخ لكل الفرقة المصرية ناخد شوية كاملس بقى من الجداد حسني جرير بيتوقع ان انهاء يكون مصري مصري محمد خطاب بيسألنا ايه رأيك في اداء جيرالدو جيرالدو كان عنده دور واضح جدا النهاردة هو تحييد الناحية الشمال لسانداونز وهو نجح في المضاعدة وهو قدر ان هو يعمل تهديد في اكتر من الكورة ونجح كامل ان هو يحصل على الخطأ اللي سجل منه عليه معلول الهدف الاول جيرالدو كان مطلوب منه ان هو يستغل المساحات ويحيد الجابهة الاقوى لسانداونز واللي يستغلوها اكتر من مرة يعني هم لعبوهم كله كان على احمد فتحي في مجبارات الزهاب وكمان النهاردة كان لعبوهم كله على نفس الناحية فبالتالي فايلر فكر ان وضع لاعب سريع جدا جدا زي جيرالدو على الباكليفت بتاع سانداونز هيقلل تقدمه للامام وده اللي حصل فعلا احمد محمد رأيك في باتجي النهاردة قليو باتجي زي ما اتكلمنا في الاول قدم اداء قاضي كونتاك تيكي فيه ادوار المتابع العادي ممكن ما يلحظهاش لكن كمهاجم انا كمشجع او كمتفرج يعني مطالب المهاجم بتاعي ان هو حط جوالد خصوصا لما تجيله فرصة سهلة زي العمر السلية عمال هالو فالحقيقة هو اداءه متباين في النص ساعة اللي لافتيا قدام سانداونز باتجي زي ما اهاجل وحصل لع ضربة الجزاء اللي سهلت المطس كتير جدا على الاهلي لكن في مباراة النهاردة تصرفاته بالكورة ما كانتش سليمة قوي كان عنده فرصة سهلة جدا اهضرها كانت ممكن تفتح له باب علاقة جميلة جدا مع جمهور الاهلي يعني خصوصا بعد ضربة الجزاء اللي ضايحة في مطش السوبر اذا كان طبعا الدونيا تحسن التابعة بالنسبة له بعد البلن ضربة الجزاء اللي حصل عليها في مباراة الزهب ضد سانداونز فيعني العيب برضه لسه متعارش تحكم عليه لانه لم يشارك في مباراة كاملة قبل النهاردة مجموعة بأي اموكي ما كانوش عدى 120 دقيقة يعني مع الفريق وبالتالي صبرا في الحكم يعني ناس كلها يعني في حالة من الروح الرياضية الغريبة كده مش متوقع بين يمور الاهلي والزبالك لكن زمالكوي ده بيباركوا الاهلي شيء جميل يعني زمالكوي بيباركوا الاهلوية والاهلوية بيباركوا زمالكوي الناس كلها فرحانة كله تقاهل النص النهائي نتمنى الروح الرياضي تستمر وإن كنت أستبعد يعني لو وصل الفريقين إلى النهائي ضد بعض هتكون يعني هتكون أمر كروي صعب جدا على الفريقين وعلى الجمهور طبعا يعني رباني يكون فعال الجمهور اللي هيستحمل الضغط العصبي حسن جريب يقولك النهائي مصري والبطولة حمراء فتحي حسن بيقول مشكلتنا في الدفاع بطيء وبيسرع كتير حقيقة دي قبل المباراة كنت بتكلم مع أحد الأصدقاء يعني وبنقول إن مواطش ده هو اختبار لمدى قوة أهم ميزة فرينيفايلر أهم ميزة فرينيفايلر لا مش الهجوم السريع لا مش النقل السريع لكرة أهم ميزة فرينيفايلر بالنسبالي هو إن الأهلي دفاعيا أصبح قوي جدا 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 حصلت النهاردة ممكن تكون 3 أو 4 أخطاء بسبب سرحان مش أكتر لكن في العموم فريق كان ثابت جدا في معظم مباراة القابة خارج الأرض مباراة النجم السحلي قال نجم السحلي كسب 1-0 لكن من كرة واحدة تقريبا الهلال السوداني قال فريق كان ثابت ماتشي فلاتين ده هو اللي كان برا المقاييز ده كان أسوأ مباراة تقريبا لرينيفايلر مع الأهلي بعد كده في مباراة سنداون النهاردة لا الفريق ثابت جدا الفريق قادر يتمسك ومع الوقت طبعا إن العيبة تتضرب كتير مع فايلر العيبة بتشوف فايلر كل يوم خلاص بقى فيه كل مدى الأداء بيتحسن خصوصا دفاعيا وده كان أهم اختبار لفايلر وأهم نقطة قوة بالنسبة له وهي الدفاع كانت أكبر اختبار لها هو النهاردة وأظن هو ناجح في القصة دي يعيد بس بعض السرحان اللي ممكن يحصل لرمي ربيعة الياسر إبراهيم ده سرحان بسيط ويقدر يحله فايلر ونتمنى يعني إن هو يبعد عنهم فيه لقاءات نصف النهائي أخبار رمضان صبحي إيه؟ أخبار رمضان صبحي رمضان المفروض هيكون جاهز للتضرب مع الفريق بشكل كامل بعد العودة من بريتوريا ومن المنتظر إن هو يكون مع الأهلي في مباريات يعني من قدر يقول قبل نهاية الشهر الجاري هيكون فيه المباريات ما لم يحدث أي جديد بشأن صبت كريم بقى بيكلمنا عن الكونفيدرالية والمصر البورسعيدي طبعاً مفهوم وجهة نظرك كريم لكن المصر البورسعيدي عنده بكرة مواجهة صعبة جداً 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 ضد نهضة بركان التعادل الاثنين واثنين في مصر في استاد السويس هل ممكن مصر يتأهل؟ أوه طبعاً يقدر يعمل المفاجأة طبعاً بيرامدز حط رجله ونصه شوية كمان فيه نص النهائي وممكن يبقى سنة تاريخية للكرة المصرية بوجود بيرامدز والمصري والأهلي والزمالك فيه نصف نهائي البطلطين القريتي أيما العشور بيسأل مباراة الزهاب هتبقى في مصر ولا بره بالنسبة للأهلي وبالنسبة للزمالك مباراة الزهاب خارج الديار ومباراة الاياب في مصر الناس بتقول أدها مشاو يقول كان بيقوله على فايلر مدرب محلي بس أظن ان هو قدر ان هو يرد على الموضوضة النهاردة محمد خالد بيطالب برجوع أحمد حجازي وأظن لها مطالبة يعني قد تبدو غير منطقية بعد أداء محترم جداً من سنة دفع الأهلي النهاردة رامي ربيعة وياسر إبراهيم أحمد فكري غازي بيسألنا مين الأفضل للأهلي الوداد ولا النجمس ده اللي احنا قلناه في أول الحلقة يا أحمد الوداد آه متخبط محلياً شوية لكن قدر ان هو يستعيب بعض من التوازن وفوز على النجم السحلي فوز 2-0 بقت مدرب جديد أخوان كارلوس جاريدو الناحية الثانية النجم السحلي الأهلي لعبه في دور المجموعات مباراة الزهاب كان لها ظروف خاصة تردائماً أشرة في أول أربع دقايق بعدها الأهلي سيطر لكن بدون خطورة والنجم السحلي قدر يخطف جوله مطش العودة كانت مباراة برضو مكنتش قوي جداً من الأهل لكن قدر ان هو يحصل فيها اللي هو عايزه وكان التلات نقط فأنهي أسهل لا مفيش موجهة سهلة أصلاً في نص النهائي لكن بحكم الخبرة والفريق اللي الأهلي لعبوا أكتر من مرة وفترة فاتت فممكن يكون ندمس حالي أفضل نسبان للأهلي لكن الوداد برضو هو صاحب الفرص الأكبر في التأهل لنص النهائي بزيط طبعاً كل بقى اللي بيتقال دلوقتي المباركات ننتظر على أحر من الجمر مباراتين نص النهائي ما بين الزمالك والرجاء والأهلي والفائس بين الوداد والنجم الساحلي في الناحية الثانية في الكونفدرالية في نص النهائي في انتظار مفاجأة من المصر برسعيدي وقلب تعدوله 2-2 في مصر إلى انتصار ومرور من مدينة بركان في المغرب كل الشكر لكل ما انتبعنا وألف مبروك لمشاجهة زمالك ومشاجهة أهلي على التأهل طولنا عليكم وصدعناكم شكراً جزيلاً